موسيقى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس حزب الليكود بن يمين نتنياهو أنهم أمام لحظة تاريخية لفرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية بالضفات الغربية مشيرا إلى أن هذا يتطلب تشكيل الحكومة وأكد نتنياهو خلال زيارة لمستوطنة متسبي يريحو المقامة على أراضي مدينة أريحة على أن حكومة يمنية قوية يقودها حزب الليكود يمكنها تحقيق ذلك هذا وتعاهد رئيس الوزراء الإسرائيلي مرة أخرى بتطبيق السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن بأكملها وذلك بدعم أمريكي غير محدود على حد وصفه أظهر استطلاع للرأي نشرته وسائل علام إسرائيلية وفي حال بقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو رئيسا لحزب الليكود فإن أحزابا من اليمين لن تتجاوز نسبة الحسمة هذا وسيحصل حزب الليكود على 34 مقعدا في الانتخابات الثالثة للكنيست بينما سيحصل تحالف كحولفان برئاسة بينيغانس على 38 مقعدا بدل 33 مقعدا ووفق الاستطلاع ستحصل القائمة المشتركة على 14 مقعدا فيما سيحصل حزب شاس على 8 مقاعد كما وسيحصل كل من يسرائيل بتينو ويهدوت هاتورا واليمين الجديد على 7 مقاعد وبحسب استطلاع للرأي فإنه في حال فاز قدعون ساعر في الانتخابات الداخلية لرئاسة حزب الليكود فإن الحزب سيحصل على 30 مقعدا بالانتخابات إلا أن قوة كتلة اليمين والحرديم سترتفع إلى 60 عضو كينيست أعلن كل من رئيس حزب البيت اليهودي رافي بيرت وعثماء يهودية وإتمار بن جافير عن خوط الانتخابات الثالثة للكنيست في قائمة واحدة كما في الانتخابات السابقة هذا وضع الطرفان حزب الوحدة القومية برئاسة بتلائيل سموت ريتش إلى الانضمام للكتلة الجديدة للخروج من الأزمة التي واجهتها أحزاب اليمين في جولتين الانتخابات الأخيرتين للكنيست مشيران إلى أن الجمهور متعب من الصراعات والخلافات ويريد وحدة في الصهيونية الدينية ومعسكر اليمين وليس تطابقا بالمواقف على حد تعبيرهم وفي سياق ذاته أعلنت شاكيد أنها قررت البقاء في حزب اليمين الجديد برئاسة نفتالي بنت والاتفاق على اختيار تركيبة القائمة بالمناصفة بين حزبيهما طلب مرشح الرئاسة الأمريكية لعام 2020 السيناتور بيرني ساندرز الولايات المتحدة بتبني سياسة خارجية مؤيدة للفلسطينيين وليس لإسرائيل فقط فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي يواجه تهما بالفساد بأنه عنصري وقال ساندرز خلال مناظرة بين مرشحين للرئاسة قال إن أقوال إسرائيل لديها الحق ليس فقط في الوجود بل العيش بأمن وسلام أيضا إلا أن على سياسة خارجية للولايات المتحدة أن تكون أيضا مؤيدة للفلسطينيين هذا وأشار مرشح الرئاسة الأمريكية إلى أن هناك حاجة لساحة متكافئة فيما يتعلق بالشرق الأوسط لمعالجة الأزمة المروعة في غزة والتي يعاني 60 إلى 70% من شبابها من البطالة في أعقاب تصايد احتجاجات المواطنين العربي حول مصنع الكول الواقع في حي المحطة في مدينة الليد المقتضة بالسكان الذي تسرب منه روائح كريهة وغازات سامة متسببا بأمراض مزمنة وأخرى مصرطنة قام النائب سامي أبو شحادي بتحقيقات عميقة مع وزارة البيئة وصل من خلالها إلى نتائج خطيرة تكشف لأول مرة جيت مؤخرا على الشركة بسبب شكاوى السكان اللي حواليهم هون دعوني أدول يا عمي تعال شوف إحنا من إيش بنعاني واتضح أنه ما في شك في المنطقة اللي إحنا موجودين فيها نصب مرضى السرطان وكل الأمراض اللي تتعلق بأجهزة التنفس عند الإنسان أعلى بكثير من المعدة والواضح أنه العامل الأثاسي هو الشركة هاي هاي بتأدي يعني لقتل ناس مش مزح الأمم إحنا تقدمنا لوزارة البيئة باستجواب خطي ننعرف هل هذا المصنع نفحص حسب معايير وزارة البيئة حطينا عدة أسئلة عينية هناك تنفحص الموضوع أنا بقولكم هذا خبر حصري إحنا جديد استلمنا الجواب الرسمي من وزارة البيئة وإحنا كل يتنات فجأنا إنه هذا المصنع اللي ممكن بيخاطر بحياة آلاف الناس عم بيشتغل من غير رخصة مركز البلاد يعني هاي مدينة اللد في مركز البلاد مصنع في مركز حي سكني عم بيشتغل من غير رخصة وزي ما انتي شايفي هاي من أكبر الشركات اللي موجودة بهذا المجال قطريا مش واحد مسكر غرفة ببيتو شركة بانية آلاف الأمطار محتل لكل المساحة هاي مشغل مئات الموظفين عمالها تؤتل ناس عم تشتغل من غير رخصة ومسموح لها تكمل تشتغل عادي واستجابة لمطالب المحتجين طالبت بلدية اللد إدارة المصنع باتخاذ خطوات لمنع أي تسربات من شأنها أن تضر المواطنين وأنها ستمضي قدما نحو مطلب المواطنين بإغلاق المصنع ونقله إلى مكان آخر بالفترة الأخيرة تم الاتفاق أن يقوموا بعدة خطوات عملية وهي تركيب صممات فلاتر أو فلترم اللي بتحشر هاي الغازات في داخل المصنع طبعاً صراحة بعد هذه الجلسة ما كانش هناك شكاوي ولكن كانت هناك مرتين شكاوي في آخر سبوع قبل سبعين اتوجهنا للمصنع وفي نفس اللحظة عالجوا الموضوع ولكن احنا عملنا بالنسبة للمدى البعيد بالنسبة لهذا المصنع هو إخلاء المصنع من المنطقة لأنا بفكر أن هذا المصنع وجوده هون هو يعني لن يكون هناك حل جذري لعدم تصرب الغازات يعني دائماً رح يكون هناك حلات تصرب غازات مفاجئة اللي عملياً لا يمكن يعني علاجها في نفس اللحظة طبعاً بعد خروجها طبعاً واستنشاق هذه الغازات الضرر طبعاً بيكون كتسبب يعني ولذلك أنا بفكر أنه إحنا ما زلنا طبعاً هناك إجماع بأنه نقل وإخلاء هذا المصنع من اللد مشكلة مصنع دلكل القاتل التي يعاني منها المواطنون العربي في مدينة اللد هي واحدة من سلسلة مشاكل يعاني منها كل بيت عربي في المدينة واستقاعص واضح من قبل الأجهزة والمؤسسات الإسرائيلية تحت عنوان نسامح لنرتقي عقد في المركز الجماهيري تل السبع لقاء جمع مستشارين تربويين بعدد من القياديين وتناول قضية العنف المستشري في المجتمع العربي وطرقاً عملية لمناهضته صراحة هذه المؤترمرات جاءت اليوم لكي تؤكد على أن ظاهرة العنف لا بد من محاربتها لأنها أصبحت أكثر متسعة أكثر منتشرة وأصبحت تهاجم كل البلدان وكل البيوت هذا المؤتمر جاء ليؤكد على دور القيادة على دور التربية والتعليم على دور كل المؤسسات في العمل والتجند من أجل محاربة الظاهرة بعد حدث العنف اللي كان وأنا كجزء من العيل مثلاً اللي كانت الجهة الثانية في حدث العنف أنا كوني مستشارة ثاني يوم يعني حطيت نفسي ومشاعري ومين تحرير وإيش الأشياء الشخصية اللي أنا بحس فيها جانب وطلعت على المدرسة كمستشارة مشان أقدر أتعامل وأعالج الطلاب هذول اللي كانوا مشاركين في حالة العنف الحضور استمعوا إلى قصص شخصية أثرت فيهم حيث لفت المستشارون التربويون إلى أهمية هذا اللقاء نظراً للألاقة المباشرة بينهم وبين جمهور الشباب الذي يشكل غالبية الشريحة السكانية التي تعصف بها آفة العنف خرجنا اليوم من مشاعر كثير ثقيلة بالذات عندنا سماع قصة شخصية لأحد الزميلات هنا كيف أنك تكون في دائرة الحدث دائرة العنف تشاهدها ليلاً وفي الصباح الباكر تذهب إلى عملك لكي تجد حلول أمامه أولاو الطلاب اللي بالأمس كانوا مشتركين في هذا الشجار المستشارين التربويين فيه إلهم دور أساسي ورئيسي في تذويت القيم والمعايير عند الطلاب فيه بناء برامج التدخل فيه منع مش بس علاج العنف ولكن فيه منع ظاهرة العنف وفيه مرافقة الطالب مرافقة الأهل إرشاد الأهل إرشاد الطالب إرشاد المعلمين طاقم المعلمين لتغيير لغة الحوار مع الطالب على أساس أنه إحنا نقدر نمنع لغة العنف من مجتمعنا اليوم الدراسي لفت إلى حجم الألم والمأساة بعد كل جريمة قتل خاصة على الأسرة التي تعيش حالة من الحزن والألم المستمر وبالتالي الحاجة إلى بناء خطة استراتيجية تضع حدا لآفة العنف وتوقيفها عند حدها وفق برنامج وقائي لتحسين المناخ التربوي المدرسي قال آية الله العظمى علي السستاني المرجعية الدينية لشيعة العراق إن إجراء انتخابات مبكرة هو السبيل الوحيد للخروج من الاضطرابات الحالية مضيفا أن من الضروري تشكيل حكومة جديدة قريبا وقال السستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثل له في مدينة كربلاء إنه يأمل أن لا يتأخر تشكيل الحكومة الجديدة طويلا نأمل أن لا يتأخر طويلا تشكيل الحكومة الجديدة التي لا بد من أن تكون حكومة غير جدلية تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة وتتمكن من استعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع وفشل البرلمان يوم الأربعاء في الموافقة على قانون انتخابات جديد وهو مطلب رئيسي للمحتجين لإتاحة الفرصة لإجراء انتخابات أكثر نزاهة بعدما شابت الانتخابات في الأعوام القليلة الماضية ما زاعموا بالتزوير وعرقلت الأزمة في البرلمان اختيار رئيس وزراء مؤقت مما أدى لتجاوز الموعد النهائي المحدد وفقا للدستور لترشيح بديل لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي استقال الشهر الماضي لكنه ظل في منصبه لتسيير أعمال الحكومة أصبحت أمر مطلوب كجزء من التهدئ وقتل أكثر من 450 شخصا معظمهم محتجون عزل إضافة إلى بعض أفراد قوات الأمن منذ بدء موجة احتجاجات شعبية في الأول من أكتوبر تشرين الأول ويطالب المحتجون ومعظمهم من الشباب بإصلاح النظام السياسي الذي يرونه فاسدا ويعمل على إفقار معظم العراقيين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة